السلام عليكم ورحمة الله ومعاكم سيد من قناة أبدا واستمتع Create is fun النهاردة بنتكلم عن Microsoft Edge ايه هو Microsoft Edge؟ ده الانترنت براوزر بتاع شركة مايكروسوفت وده الشكل الجديد للانترنت اكسو بلورر اللي طبعا كان سايب عند أغلبنا ذكرى مش كويسة حاولين الانترنت اكسو بلورر انه هو ضعيف سرعته مش كويسة امكانات التحميل بتاعته مش كويسة امكانيات زي الاضافات مكانتش موجودة دلوقتي الانترنت اكسو بلورر ايج اللي نازل مع شركة مايكروسوفت من الحاجات الرائعة جدا اللي مقدم امكانيات عالية قوي هنيجي نشوفها مع بعض تعالوا يلا بسرعة بدل بقتي نروح على الجهاز ونشوف ايه هو اللي بيقدمه لنا Microsoft Edge الجديد زي ما انتشافين بيفتح الصفحة الاولينية الاساسية اللي هي بتاعت بينج بتاعت البحث دايما على طول بيديك الأخبار اهم الأخبار زي الامسن كده هنهوت هنخش على التالت نقاط ونبدأ نتعرف عن الامكانيات واحدة واحدة هنهوت طبعا النيو تاب والنيو ويندو دولت زيهم زي اي حاجة تاني هنهوت بقى بنخش في النيو in private ويندو هنه ايه هو ال in private ويندو هنخش ونشوف دي كاميلة جدا لو تفتكروا ال in cognition اللي موجودة في الجوجل كروم اللي هو الدخول المخفي ان انت بتخش بس بدون تراكينج بدون ما يحتفظ باي معلومات حاولين براوزنج بتاعك بدون ما يحتفظ بالهيستري بدون ما يحتفظ بالباسورد هنا نفس الشيء في ال age موفر نفس الامكانيات يعني هنا بيقول لك هوت انت هتخش بشكل private تمام وبيدلت كل حاجة متعلقة بالبراوزنج information بتاعتك تاني حاجة بيقول لك انه هيحتفظ بس بال collection ودي طبعا امكانية جميلة جدا يعني انت لو قاعد على جهاز مش بتاعك بتفتح ال in cognition ديت او ال in private ديت تمام وتعمل كل اللي انت عايزه بتعمل download وتعمل collection وبعد كله تقفل خلاص بيشير كل حاجة بس بيحتفظ لك بال download اللي تنزلته عشان لو محتاجه او عشان تنقله الى مكان تاني فدي بصراحة من الامكانيات الجميلة الجديدة في Microsoft Edge باللأس عندنا اخر حاجة ان هو tracking كمان بيقول لك ان انا ما باخدش tracking لك خالص تمام يعني بيقول لك ان Microsoft Bing ما بيدورش وراك زي ما بيقوله تمام فما بيعمل لكش tracking لأي ويب سايت انت دخلته طبعا موضوع tracking ده بيبقى موزعك شوية ان انت لما بتخش مثلا على اي موقع من مواقع الشراء مثلا بتلاقي على طول بيبعت لك اعلانات لنفس الحاجة اللي انت كنت بتدور عليه وكنا بنستغرب ازاي ده بيحصل يعني انت بسان بتدور على ساعة على امازون بعدين بتتفاجئ ان هو باعت لك اشكال للساعات دايما حتى على الفيسبوك باعتها لك تاني عن استجرام يعني بيدور وراك في كل حتة فده ان انت بتبقى فاتح التراكينج بتاعك فهو ماشي وراك من المطروب فهنا بيشيل كل التراكينج وبيشيل الكوكيز وبيشيل الباسوردز بتاعتك وبيشيل البراوزينج داتا بتاعتك كاميرا ده فدي الان برايفت ويندو معانا الامكانية اللي بعدها طبعا عندنا فيفوليت وهيستري زيهم زي غيرهم هنا بقى الابس دي من الامكانيات الجميلة الجديدة ان انت بتحول اي ويب سايت عندك الى ابليكيشن ازاي يعني مسلا على سبيل المسال هنفتح هنا هوت مسلا اليوتيوب تمام ده اليوتيوب بس انا دلوقتي عايز افتح اليوتيوب فقط مش عايز افتح البراوزينج كامل فبخش هنا هوت على الابس خلاص وبعمل انستول this site as an app يعني خلي الويب سايت ده كابليكيشن طيب اوكي سميت يوتيوب تلاحظ ايه بقى شال البروزينج الفورميشن اللي فوق كلها شال الفيفوريت شال العنوان شال اي حاجة متعلقة بالبروزينج داتا اللي فوق خالص يعني انت لو مسلا قعد مع حد غريب عنك ما فيش ده ان هو يقعد بقى يشوف الفيفوريت بتاعتك ويشوف التابس بتاعتك ويشوف الهيستري بتاعك ويشوف انت فاتح ايه فانت بتفتح نهوت الويب سايت كأنه اهو لو تلاحظ ونفصل تماما عن البراوزر بتاعك خلاص بعد ما تشوف اللي انت عايز تشوفه خلاص بتقفل كأنك قفلت البرنامج بس اما البراوزر زي ما هو شغل فدي من الامكانيات الجميلة الجديدة اللي مديها لنا مايكروسوفت ايج تمام هنا بقى الاكستنشن ودي بقى عايزة شرح مطول اه انه هو مايكروسوفت ايج اضاف مجموعة جميلة جدا من الاضافات وعمل لنفسه ستور كامل للاضافات بتاعته والاجمل من ده كله انه هو كمان تعاون مع شركة جوجل في الاضافات يعني على سبيل المسلم ما نيجي نقرأ تحت انه هو لو انت تقدر تجيب الاكستنشن ديت من الكروم ويب ستور يعني هو نفسه بيقولك احنا متعاونين مع الكروم ويب ستور تقدر تاخد منها الاكستنشن وتستجل عندك هنا على ايج ده بصراحة تعاون جميل جدا ما بين الشركتين الكبار جدا مايكروسوفت وجوجل في الموضوع ده ودي ان شاء الله لها حلقة كاملة حوالين افضل الاكستنشن مع افضل الاكستنشن مع الكروم هنخش بعد كده هوت تاني ونشوف باقية الامكانيات اللي بيقدمها لنا مايكروسوفت ايج تمام بعد الاكستنشن هنخش على حاجة اسمها كوليكشن ودي برضو من الامكانيات الجديدة بصراحة اللي انا اتفاجئت ان عاملها اه شركة مايكروسوفت اه هنا هوت في الكليكشن انت تقدر تاخد زي نوت باي حاجة انت عايز تفتكرها بعدين يعني مسلا انت فاتح كذا براوزر اهو اكثر من براوزر وهنا مسلا فاتح وهنا فاتح الكامبينز بتاع الادوردز وهنا فاتح فانت ممكن تنسى انت كنت بتعمل ايه او ايه الحاجات المهمة اللي لازم تعملها فانت عشان ما تنساش بتعمل ايه على سبيل المثال مسلا دي مباريات اليوم بعمل ايه بسحب كده وبروح على يمين هنا في الكليكشن تمام اهو اهو اضفها لي هنا للكليكشن زي ما انتم شايفين هنا كان فيه خبر وهنا هوت الموضوع بتاع الرياضة تمام وتقدر الجميل كمان ان انت تقول ده ايه بالزبط يعني تعمل عشان ما تنساش خلاص وتكتب هنا مثلا توديز ماتشز يعني مباريات اليوم تعمل سيف خلاص هنا مثلا انا كنت عامل امبورتانت نيوز خبر مهم عشان تقدر ترجع له بعده فده اه امكانية الكوليكشن اللي اضافتها جوجل كروم من الامكانيات الجميلة اللي اعتقد ناس كتير هتحبها خش بعد كده طبعا عندك وعندك 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 بقى ريد الاود دي برضو من الامكانيات الجميلة ان انت مجرد ما دست عليها بيقرأ لك المحتوى زي ما انتم سمعين تمام هنا هوت مش بيقرأ بس المحتوى كامل هنا كمان تقدر تخش على اي نيوز مثلا اهو وتعمل هايلايت للجزء اللي انت اللي هو عايزه يقرأ يعني تشوف خبر مثلا هنا مثلا عايزه يقرأ لجزء دي تعمل هنا هوت شيفت عليها زلالها بعدين نرايت كليك وفيه عندك ريد الاود سيليكشن يعني بيقرأ السيليكشن بسوط عين فده امكانية جميلة عندك كمان امكانية الفويس اوبشن هنا هوت بتاع عايزه سلو نورمل فاست آآ الساوند كمان نوعه طبعا شيء جميل جدا نجيب كمية كبيرة جدا من خيارات الصوت تمام يعني مثلا لو هنغير بقى ناتشرال انجليش وفيه عندنا كناديان وفيه سبيانيش وفيه ميكسيكيان ويعني صراحة حاجة جميلة جدا 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 آآ اضافتها شركة آآ ماكروسوفت لي آآ ماكروسوفت ايتش طيب نخش بعد كده في اللي بعد وفي التولز بقى بقية التولز اللي عندنا انا هو آآ يعني متشابهة جدا للتولز اللي اللي موجودة في اي برنامج ولكن هنا اضاف كمان امكانية جميلة جدا اللي هي كاست ميديا تو ديفايز ايه هو الكاست طبعا اغلبنا يعرفه اللي هو بعمل مشاركة للشاشة يعني انا عايز شاشة الكمبيوتر اللي انا وعليه ده تظهر على التلفزيون بتاع اللي سمارت ترمى اللي اتنينة على نفس الواي فاي اقدر عن طريق الاكستنشن دي او الاضافة دي او الميزة اللي اضافتها شركة اي جي دلوقتي ان انا اعمل شيرينج للشاشة كاملة وتظهر على التلفزيون يعني لو انا بتفرج على حاجة على يوتيوب اقدر عطول بشكل مباشر عن طريق هذه الاضافة الجميل كمان ان هنا بيقول لك ان الاكستنشن دي متوفرة عند جوجل يعني هو نفسي بيقول لك فانت هتحتاج تنزلها ما عند جوجل وتعمل براوزر فتشتغل معك الاكستنشن بشكل جيد جدا وده لما اقول لكم ان ان حصل اجتماع جميل جدا وتكامل ما بين شركة جوجل وشركة مايكروسوفت في مايكروسوفت اتش طيب نخش على باقي الامكانيات عندنا هنا هو هنلاقي السيتنجز السيتنجز طبعا حاجات كتيرة جدا متعلقة بالبروفايل بتاعك والبرايفاسي والابيرانس يعني لو بصنا مسلا في حاجات عالسريع البرايفاسي مسلا هنا هو هنلاقي البرايفاسي بيزيك اللي هو الاساسي العادي او اللي هي المتوازن او الصاري جدا طب ده متعلق اساسا بمواضيع الكوكيز متعلق بالتراكينج ان هو ما بعملكش تراكينج يعني لو اخترت دوت مش هيعملك تراكينج مش هيخلي الويب سايت تبعتلك بعد كده اعلانات مش يحتفظ بالكوكيز بتاعتك عندهم فده ده للناس اللي عايزة او بلانس دي يعني يخليها بشكل متوازن ودي امكانيات البرايفاسي عندك كتيرة والسيرش والسيرفيس هنا هو تحت خالص بنلاقي من الامكانات الجميلة الادرس بار ان انت كمان تقدر يتحكم في الادرس بار اللي بيزهر لك في الاول اهو هنا هو بقولك السيرش انجين يوز انز ادرس بار يعني اول ما تفتح هنا انا مختار جوجل ممكن انت تكون بتحبيه او ممكن تكون عايز البنج فبتختار السيرش انجين اللي يظهر لك في الاول تمام وهنا هو بيقولك برضو ان انت تقدر تختار الادرس بار اللي ظاهر عندك تمام يوز سيرش بوكس او ادرس بار تمام وهنا مانيش سيرش انجين هنا هو برضو محركات البحث بتاعتك تمام لو انت عايز تلغي حاجة منهم او ان انت ما تستخدمش حاجة منهم تمام او عايز تضيف محرك بحث جديد فدي جزئية كانت في البرايفاسي عندنا كمان في الابيرانس امكانيات تانية اه ان انت بتقدر تغير الشكل الخارجي شكل الفيفوريت بار يقدر تغيره اذا كان يظهر او لا اشوق وعندنا نهوة الفونت تمام تقدر تغير حجم الفونت اذا ما انت شايفين كزا حجم وكمان الاجمل من ده كل انت تقدر كمان تغير نوع الفونت تمام فونت سايز ومينما فونت وفيه عندنا ستاندرد وعندنا سيريب وحسب اه الانواع تمام اهو نوع كبيرة جدا من الخطوط ده كان رؤية سريعة لمايكروسوفت ايج والاضافات الجميلة الجديدة للتحديث الاخير اللي انصحكم كل ان هو ينزل التحديث الاخير لمايكروسوفت ايج لاستمتاع بهذه الامكانيات الجميلة اه الفيديو النهاردة خلص ولكن الفيديو القادم ان شاء الله هيكون عن مايكروسوفت ايج برضو ولكن عن الاكستينشنز الجميلة واجمل الاكستينشنز اللي هنقدر نطلع عليها مع مايكروسوفت ايج وافضل الاضافات اللي ممكن نستخدمها اه ارجو انتوا تكونوا استفادتم بفيديو النهاردة وما تنسوش تعملون على لايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة